في ملايين الأسر كانت هذه الجماعة وجماعات أخرى تتولى الانفق عليها تتولى مساعدتها تتولى إعالتها فالإخوان مش موجودين فلمن يعني ستقول مسؤولية هذه الأسر وهنا دخلت الدولة المصرية مبكرا حتى قبل ما يتولى الرئيس عفتح سيسي في 2014 إنها تبحث عن هؤلاء لما وصل من 2014 لحد 23 كانت في تجربة خلت الدولة المصرية عارفة موطنيها فكانت واقفة بقوة وراء التحالف الوطني للعمل أهلي فالتحالف الوطني للعمل أهلي هو سد هذه الفجوة اللي إحنا ما كناش عارفينها تعرف المثقفين كنا ناس تعود تتكلم عن المواطنين والفقراء لكن لا قاعد يعرف الفقراء في حد قال لي حاجة قال لي إنه مصر اللي طلعت في التصويت ده إحنا مش مكنوش عارفينها مش شفوناش قبل كده لأنه فعلا مو معرفوهاش كايس يعني مصر الناس اللي طلعت دي ناس كتيرة ما كانتش تعرف إن الناس دي موجود لكن دولة كانت تعرفهم المرة دي ولما خرجوا هم خرجوا للدولة اللي وصلت لهم وعرفتهم وديتهم وكانت بطرعاهم بشكل كبير جدا ولذلك أنا ما بنزعجش مثلا لما تيجي فئة تقول لك إحنا سياسات الصلاح الاقتصادي أدرت بينا أيها أدرت بيك بس أفادت فئة كبيرة جدا كانت محرومة ومعدمة ولذلك لما تيجي تقول إنه المشهد ده مشهد مصنوع هو أمصنوع بس بشكل إيجابي يعني الدولة المصرية فضلت تدعم في هذا الاتجاه وما تصنع بتفاعلات بتفاعلات يعني هنا إيه أو هو جو المجتمع مشهد طبيعي ترجمة نانسي قنقر